اهتزت الأرض في تركيا واهتز معها الاقتصاد المأزوم بمستويات الضخم المرتفعة التقديرات الأولية لأثار الهزة أظهرت تضرر أكثر من عشر مدن رئيسة أين شهدت البنية التحتية ثأثرا بالغا بنهيار أكثر من أحد عشر ألف بناية وتصدع أكثر من ستة آلاف مبنى كلها غير قابلة للترميم مركز الزلزال الذي مس أحد أهم مراكز الانتاج والصناعة في البلاد أحدث تضررا كبيرا في الخدمات اللوجيستية حيث توقف الانتاج على نحو واسع في مدينة غازي عنتاب معلق النشاط في أهم موانئ النفط في مدينة جهانا كما تضرر الميناء الرئيس في المدينة الزلزال أدى أيضا إلى غلاق مطار هطايا ووقف حركة الطيران المدني في الولايات المتضررة كما أن تبعات الزلزال مست أيضا شبكات الطاقة حيث أحصت التقديرات الأولية خصائر بأكثر من مليار دولار الأضرار أدت أيضا إلى وقف إمداد مناطق عدة بالغازي الطبيعي حصيلة الزلزال المدمر سجلت مبدئيا خسائر إجمالية ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليار دولار بحسب تقديرات الخبراء تركيا المصنفة ضمن أكبر عشرين اقتصادا في العالم تواجه للمرة الثانية في غضون أربعة وعشرين عاما كارثة طبيعية عمقت من جراح الاقتصاد التركي الذي يحاول التعافي من آثار التضخم وتراجع الأجور وتهاوي السعر صرف الليرة أمام الدولار